حذر زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني مما أسماه بالمحاولة المتهورة لتقويض كيان إقليم كردستان معتبر أن ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطرف الشوفينية وعدم احترامها للعهود والدستورة وأعرب الرئيس بارزاني في رسالة وجهها للرأي العام بعد إقرار الموازنة عن أسفه من محاولة غير مسؤولة وغير دستورية تهدف لتعميق المشاكل وانتهاك الحقوق المشروع للشعب الكردستاني وأكد أنه بعد أن تمت الموافقة على مشروع قانون الموازنة في مجلس النواب العراقي نأمل أن يتم تنفيذ بنودها بحسن نية وأشدد بارزاني على إقليم كردستان هو ملك للشعب الكردستاني ونتاج دماء وتضحيات ونضال الشعب الكردستاني رافضا بشدة أي محاولة متهورة تسعى للتجاوز وتقويض كيان الإقليم فالإقليم ليس خطا أحمر فحسب بل هو خط الموت أيضا فأما كردستان أو الفناء ترجمة نانسي قنقر